بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات الصفة الخامس ببتداء الأبطال في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد أحميدان درسنا هذا اليوم سيكون التحكم في كرة القدم أثناء اللعب في الدرس رقم خمسة يا أبطال قوانين التعلم عن بعد يجب عليك الالتزام بها حتى تحصل على درس جيد أكيد يا أبطال وتستفيد منه أولا تجهز كتبك وعدواتك التي تحتاجها قبل بداية الدرس تستمع إلى الدرس بكل تركيز من المعلم أو المعلمة تتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى تحصل على الفائدة كاملة يا أبطال بعد ذلك مارس أي نشاط رياضي تفضلها يا أبطال حتى تحصل على الفوائد والفوائد كثيرة جدا الأهم أنها ستنعكس على حياتك الصحية بشكل إيجابي فترفع من مستوى لياقتك القلبية التنفسية وسوف تحسن صحة عقلك ومزاجك وتحافظ على وزنك الصحي المناسب ورح تقيك من أمراض عندك أمراض السمنة والسكر من الدرجة الثانية كفان الله وإياكم شرها وتجعلك قادر على مارسة جميع أنشطك خصوصا الرياضية رسالة إلى أولياء الأمور الأفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وعرشادهم ما لنتكلمنا عن نهمية مارسة الرياضة أول تمرين معنا الجري الخفيف في المكان ووقفين في مساحة آمنة مرتدين الزي الرياضي مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل التمرين الثاني تمريل سكوات نفتح القدمين بالتساع الكتفين ومساة قليلاً أكيد اليدين تكون أمام مقدمة الجسم لحظة التوازن والنزول ببطء والصعود ببطء بشكل مستقيم جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحطيكم العافية أبطال ننتقل الآن لتمريل إطالات أول تمرين معنا للعضرة الخلفية للفخت من خلال مد القدم اليمين والنزول والثبات على هذا الوبع لمدة عشر ثواني بشرط فرد كامل قدم بما في ذلك الركبة أبطال حتى تستفيد من التمرين جاهزين نبدأ القدم اليمين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى أبطال القدم الأخرى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الأخير سحب القدم اليمين باليد اليمنى والقدم اليسار باليد اليسرى نبدأ بالقدم اليمين مع بعض أبطال تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمس ستة سبع ثمان تسع عشرة نغير قدم الأخرى أبطال واحد نين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشرة واحد نين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشرة يعطيكم العافية أبطال كنا نكون ننتهينا من أداء التمرين اليضية تذكر أن جزء الإحماء دائما هو البوابة الرئيسية لأي نشاط بدني مرتفع الشدة دائما لما نلعب مثلا اليوم درسنا في كرة القدم لما نبدأ كرة القدم أكيد مجهود بدني مرتفع الشدة رح نبدله فلازم نهيئ العضلات وأيضا القلب أبطال لهذا المجهود فنبدأ بتمرين الإحماء حتى نهيئ العضلات أكيد والقلب لأداء بدني مرتفع الشدة أبطال خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم التحكم في كرة القدم أثناء اللعب ماذا تعرف عن كرة القدم؟ كرة القدم لعبة جماعية تلعب بالقدمين يا أبطال بين فريقين وعدد لاعبي كل فريق 11 لاعبا منهم حارس مرمى وعاشر لاعبين طيب يا أبطال نحن لازم نعرف أنه مثل ما نتعلم الجانب المهالي لازم نتعلم الجانب القانوني نربط فيما بينها لأنه عدم الالتزام بالقانون قد يكلب خسارة المنافسة أولا في كرة القدم في أساسيات لا تبدأ المباراة إلا بها نحن نتكلم عن المباراة القانونية مثل المباراة التي نشوفها أكيد دائما يا أبطال في التلفزيون نشوف أن الفريقين يتكون كل فريق من 11 لاعبا منهم حارس مرمى يا أبطال وتلعب بالقدمين عدى لحارس المرمى يستطيع لعبها باليد أيضا يا أبطال تطبيق القانون خارج المباراة الرسمية مثل المدرسة أكيد نستطيع تجاوزه نستطيع مثلا اللعب 5 ضد 5 و 6 لكن حين لما نتكلم عن القانون نتكلم عن المباريات الرسمية لكن أكيد في المدرسة نتجاوز قانون التسلل نتجاوز قانون عدد اللاعبين لأنها تربطنا المساحة وعدد الطلاب يا أبطال لذلك يفترض أن تعرف القانون كما هو وبعد ذلك العب كما هو موجود يا بطل أشكال التحكم في الكرة يوجد في كرة القدم عدة أنواع للتحكم في الكرة منها مهارات الاستلام ومنها مهارات المشي أبطال مهارات الاستلامي أبطال مثل كتم الكرة بوجه القدم الخارج وأخذناه في درس سابق كتم الكرة أيضا بباطن القدم أخذناه في درس سابق كتم الكرة بأسفل القدم أيضا يا أبطال الجري بالكرة بوجه القدم الأمامي الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي الجري المتعرج بالكرة ويجب عليك معرفة الخطوات الفنية لكل هذه المهارات يا أبطال حتى تتقن أداء لعب كرة القدم اليوم بإذن الله سنأخذ كتم الكرة بأسفل القدم وهي عبارة عن مهارة يتم فيها استخدام الأرض مع القدم وفيما يلي شرح لأهم خطوات أداء المهارة أولا تشير قدم الارتكاز لاتجاه الكرة لما نتكلم عن قدم الارتكاز أنت لما تستلم الكرة هي بطل أكيد لو تستلمها بالقدم اليمين معناتها قدم الارتكاز هي القدم اليسرى فتشير القدم اليسرى إلى الأمام قليلا يا أبطل تكون هنا هذه الكرة تأتي الكرة معناتها لازم تكون القدم تواجه الكرة أو قدم الارتكاز تواجه الكرة أي إذا كنت تلعب باليمين يا بطل قدم الارتكاز هي اليسر وإذا كنت تلعب اليسر فقدم الارتكاز هي اليمين يفترض أن تشير للأمام لا تشير لليمين أو لليسار يا أبطال ثاني رجل ارتكاز قليلا بحيث تسحب مركز ثقل الجسم ليكون عليها نشوف هنا يا أبطال ثاني في قدم رجل الارتكاز اللي أكيد ما رح نلعب عليها يا أبطال راح يكون ثقل الجسم عليها حتى نهيئ القدم الأخرى لاستلام الكرة بشكل صحيح تحريك القدم المؤدي للمهارة للخارج مع ثني الركبة قليلا يا أبطال القدم اللي راح تأدي المهارة يا أبطال راح تكون للخارج قليلا مع ثني للركبة يا أبطال استعدادا للاستلام الكرة بشكل صحيح بعد ذلك خطوة رقم 4 رفع القدم المؤدي للمهارة الأعلى لتصنع فراغا بينه وبين الأرض بحجم الكرة تقريبا أي أبطال نشوف هنا المساحة بين الأرض والقدم تساوي فقط مساحة الكرة يا أبطال مع ثني جذع للأمام قليلا نشوف هنا الجذع يمين قليلا للأمام مع ثني قدم الارتكاز وقدم الارتكاز تشير للأمام كذا مستعد لاستلام الكرة بشكل صحيح بمجرد لمس القدم للكرة أثناء ارتدادها من الأرض ترفع القدم قليلا لإمتصاص هذا الارتداد أداء المهارة جدا بسيط نبدأ من مسافة قريبة أكون مع زميل لي إذا ما في زميل أستطيع اللعب أيضا مع الجدار لأن الجدار إذا لعبت الكرة راح ترجع الكرة بنفس القوة يا بطل فأحاول ألعبها ثم أرجع واستلمها بشكل صحيح بالشكل هذا أقف يا أبطال قدمين تكون مفتوحة قدم تقدم على الأخرى وتكون قدم الارتكاز تشير لاتجاه الكرة مع ثني قدم الارتكاز حتى يا أبطال تكون ثقل الجسم عليها يا أبطال بعد ذلك ترفع القدم المؤدي للمهارة يا أبطال ويرجعها لخلف وتصنع فراغا لاستلام الكرة يكون الفراغ بينها وبين الأرض بحجم الكرة يا أبطال خلونا نشوف فيديو لأداء المهارة هنا الأستاذ بدأ المهارة أكيد باستخدام كرة مناسبة وأكيد المسافة بين الطالبين جدا قريبة أكيد أداء المهارة بشكل بسيط بعد ذلك نزيد صعوبة المهارة طيب كيف نزيد صعوبة المهارة يا أبطال من خلال تنطيط الكرة واستلامها بشكل صحيح بعد ذلك نزيد الصعوبة يا أبطال من خلال البعد بين الزميلين وأيضا من خلال أداء المهارة بشكل أصعب يا أبطال وهو استخدام أكيد مسافة جدا أعلى يا أبطال أو إدخال لعب منافس حتى أستطيع السيطرة على الكرة ومن ثم إدخالها باللعب يا بطل نشوف هنا بدأت الكرة بشكل بسيط على العرض بعد ذلك تنطيط الكرة لزيادة صعوبة المهارة تدرج في أداء المهارة وزيادة صعوبة رحي يجعلك تتقن أداء المهارة بشكل جيد مراجعة لدرسنا لهذا اليوم السؤال الأول عند رفع القدم المؤدي المهارة اللي رح تستلم الكرة يكون أو يكون الجذع مائلا للخل في أبطال إجابة؟ أكيد إجابة خاطئة يكون مائلا للأمام أبطال الفيديو المرفق هو لمهارة كتم الكرة بأسفل القدم أم بوجه القدم الخارجي أكيد أنه رح نشوف المهارة يتم تثبيت الكرة وإيقافها واستلامها يا أبطال بإيش أحسنتم بأسفل القدم في الختام يا أبطال تعلم المهارة مثل ما ذكرنا بالخطوات الفنية حتى تتقن أداءها بشكل صحيح ودمتم بصحة ونشاط اشتركوا في القناة